بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في البداية برحب طبعا بحضراتكم وبعبر عن ساعة البالغة لوجود في هذا الصرح القانوني الكبير وأشكر هذه الدعوة الكريمة من حسين باشا الجمال ومن النقابة التي نشره جميعا بالانتساب إليها نحن أقارب في جميع الأحوال ولعل فيكم من هو من خريج الشريع القانون ولعل منكم من ربما درسنا لبعضكم في لأنني كنت أدرس في حقوق القاهرة أحيانا حقوق إن شمس فربما البعض رأينا أو رأيناه لكن العلاقة وسيقة على كل حال فيعني بعبر عن ساعة البالغة لوجودي بينكم في هذا اليوم بالنسبة لما يتعلق بالأحوال الشخصية أنتوا عارفين أحوال الشخصية قضاياها كثيرة وكنا ندرسها في كلهات أو إحنا درسناها سواء في كلهات الحقوق أو في كلهات الشريعة وموضوعات كثيرة جدا ومتشعبة ومتشابكة طبعا يعني ممكن نقططف بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالأسرة واللي بتهمنا في الحياة العملية وزي ما حسين باشا قال تهمنا حتى في عقيدتنا كمسلمين نبقى مؤتكدين لأن هي طبعا فوق أنها دين فوق أنها عقيدة فهي أيضا نحتاجها في الناحية العملية في الناحية التطبيقية ما يشرفها هي ولا شيء من هذا بل إن يعني ممكن أنا أعلم هذا تماما إحنا مبنيا ندرس مثل هذه القضايا بنقرينها أحيانا حتى بمثيلاتها في القوانين الأخرى في الديانات الأخرى والديانات الأخرى بتستفيد منها وإحنا بنستفيد منها في الأفكار اللي بتطرح في النواحي العملية والطبقية طبعا هل تحبوا أن احنا نتكلم في قضية معينة من القضايا ولا أخضر أنا ولا ندير الحوار الزائز تحبوا قضية معينة زي الزواج أو الطلاق أو النسب أو المراس طيب عموما يعني أنتوا عارفين الأسرة في الإسلام كما بدأ الأسرة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية يعني أنها شرعت حزمة من القوانين في الشريعة عشان تحافظ على الأسرة عشان الأسرة تستكر لأن الأسرة مفهومة عندنا في الشريعة الإسلامية مهمة جدا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفادا يعني قصة الزواج عندنا مش للمتعة البدنية فقط مش للأكل والشرب فقط بل لتعمير الكون بأننا ننشئ أسرة تمتد إلى الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا يبقى الأسرة المقصد منها عندنا أو الزواج مش المتعة البدنية فقط بل إنشاء أسرة تستمر في تعمير هذه الأرض إلى الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى وده طبعا بيخلينا إحنا كمسلمين نرفض العلاقات الأخرى اللي هي تخري بالدنيا يقولوا زواج رجل برجل امرأة بمرأة لو إحنا جيل كامل آمن بهذا المعتقد يبقى الأرض هتتخرب بعد الجلدة خلاص يبقى مش هنلاقي حد يعمر الدنيا ولا يعمر الأرض بعد هذا الحال فده تفكير شاز وضد مقاصد الشريعة وضد مقاصد العقلاء والديانات كلها والقوانين كلها على وجه الأرض فالمقصود تعمير الأرض ده احنا بنشوف البلاد اللي عادة سكانها بيقل في أوروبا وغيرها بتفتح باب الهجرة وبتدي مغريات عشان تعمر أرضها فإحنا هم اللي بيبنوه بيهدوه فده شزوز في التفكير أو انحراف في العقل الإنساني يبقى الأسرة عندنا في الشريعة الإسلامية يا جماعة أو الزواج له مقصود مقصود كبير قوي اللي هو إيه؟ إن هو هاء إنجاب الزرية وتعمير الأرض على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم أن تعمروها وهنعمرها إزاي؟ وإحنا نقطع الناس راجل يتجوز راجل أو كذا إلى آخره نعمرها يعني بالإنجاب وبالبناء وبالحضارة وبالتكنولوجي وبالحفاظ على الأوطان إلى آخر هذه المعطيات طيب الزواج ده اللي هيعمر الأرض اللي هو هدف اللي هو حطله قوانين كثيرة جدا عشان يحقق هذا الهدف الذي أراده أو هذا المقصد هذا الزواج له قوانين كثيرة تعصمه من الهدم ومن المشاكل ومن الشقاق التي نراها في المحاكم وأنتم عايشين هذه المشاكل كثيرة فمن البداية يقول لي إيه؟ اختار على أسس عشان الهدف ده يتحقق ما تختارش عشوائي ما تختارش من مش عارف وسائل التواصل إلى آخره فالرجل ما بييجي يختار يختار على أساس الدين ما يقولش بقى طولها وعرضها وشكلها ووظفتها ودخلها والقصة دي وكلها لا يبقى هي عندها دين عشان هي تحافظ عليه وتحافظه على أولاده وتحافظه على أمواله إلى آخره وهي كمان ما تختار ما تختارش بعشوائي تقول ده هو بقى ده مسجل في النقابة ده بقى استئناف ده داخله كذا ما هو أنت هتتفاجئ بمشاكل بعد كده إنه بخيل إنه هو اللي سنصليل إنه هو كذا إلى آخره عمبي إحنا بجلنا في لجنة الفتوى مشاكل لا حصرة لها أكتر من محاكم يعني دي بتبقى خلاص حالات الصعصة كمان ولو أعدت أسرد لكم قضايا من اللي بتيجي أنتوا في المحك العملي وإحنا في المحك العملي في الفتوى نفس القصة ودين بالحضراتكم فبنلاقي من أسباب هدم الأسر ومن أسباب عدم استمرارياتها غالباً الاختيار السيء من البداية تقول أنا ما كنتش عارفة أنه هو أخلاقه كده وهو يقول أنا ما كنتش عارفة أنها كده طيب ما هو الإسلام إدك فرصة تختار ما اخترتش ليه صح وما اخترتش ليه صح من البداية ده إحنا دائماً نقول فانجل عينك كده هو في أيام الخطوب وبعد الزواج غمض عينك إحنا بقى بنمشي عكس بنمشي عكس للأسف نغمض عينينا أيام الخطوب وعايشين في رومانسية وهيمانين قوي وبعد الزواج عينينا تفتح كده أشوف بقى العيوب كلها ده صفت وكذا ده صفتها كذا رغم أن الأصل إيه العكس ولا إيه يا جماعة الأصل العكس وذلك الإسلام لما شرع الخطوبة حتى القوانين فيها الخطبة بنسميها الخطبة اللي هو الوعد بالزواج بس مش عقد ولا حاجة فالوعد ده عشان كل واحد يكتشف الصفات اللي في الآخر ويبدأ يبحثها ويبدأ يقول والله هقدر أتعايش مع مثل هذه العيوب ولا لأ هو بخير سنة بس ده مش مشكلة أنا أقدر عليها أنا عندي فلوس مش مشكلة بس وفيه رجولة في حاجة تاني أو هي عصبية سنة هقدر أتعامل معها أو هي كذا مش موظفة أو فيش ده مفيش مشكلة إنما هي فيها صفات أخرى إنها أمينة إن لسانها عف إن لسانها كذا إلا كذا فكل واحد يقدر يكتشف الآخر ويحطه في جدول كده وقدامه مميزاته عيوبه ويركز على العيوب هقدر أتعامل معها ولا مش هقدر دي فائدة الخطوبة إن بيكتشف كل طرف الآخر ويحدد هقدر أستمر ولا مش هقدر وإحنا في البداية إنما للأسف اللي بيحدث غير كده هي بتتجمل بأقصى سرعة وهو نفس الوضع أجيب لك إيه حبيبتي يعني بيبقى الكرم كله والسخاء في الوقت ده وبعد الزواج إنتوا شايفين يشتم ويتخلق وتنرفز وما عندهش أستاذ حتى يسمع أي حوار إلى آخرها يبقى إذن هي معرفتش تكتشفه كويس هو معرفش يكتشفها كويس اسألوا عن أسرته اسألوا عن أصدقائه هو يسأل عن أسرتها هو يسأل عن أصدقائها وما إلى ذلك لأنه والله بيجينا حاجات يعني تبكي فعلا في لجنة الفتوى في الأظهر الشريعة يبقى إذن عشان الأسرة تحقق المقصود بتاعها من إنجاب الزرية وتعمير الكون لازم الاختيار من البداية يكون اختيار إيه يا جماعة صحيح هل الشريعة وضعت له قوانين؟ وضعت له قوانين من البداية قال بالنسبة للاختيار الزوجة قال تنكح المرأة لإيه؟ ها للحسب والنسب والماء والجمال وجاء الف أصفر بإيه؟ بذات الدين إيه وعتوها في الفخ وتقول ده هي مش عارف شكراء أو شعرها أصفر أو أحمر أو القصة دي كلها لا ركز في الدين ده عفيفة ومقدبة ومحترمة ولسانها كذا الحمد لله وبالنسبة للبنت المنتيجة تختار الراجل نفس الواضح ها إذا جاءكم من ترضونا قانونة هو في المرحلة الأولى قال تتحرك بالطريقة دي كونك مش هتتحرك اتحمل النتيجة ما تجليش بعد كده في لجنة الفتوى وتقول لنا عنده مصبح اللي هاني أنا من البداية قلت لك امشي على الطريق الصح واخدين بالحضراتكم يعني أذكر سيادتك واحدة جاء لنا في لجنة الفتوى متجوزة بقالها عشر سنين عندها أربع أولاد وطبعا زوجها طلقها ثلاث مرات وجاية تعيط وأنا مليش حد ده أنا من البحيرة ده أنا من حتة الفلانية واحنا هنا في القاهرة وأنا هروح فين بالأربع أولاد والقصة دي وكلها وعمل فطبعا فضل قعدت معي بساعتين المهم في الآخر كان معايا حد من المشايخ قاعد قال ده دي تبقى طالق لأنه قاعد طبعا يستفسر منها قالك إيه أنت طالق كان فيه طهر وما كانش فيه علاقة وما كانش مدعي إلى آخر الأسئلة اللي احنا بنسألها في الغالب ففجأت طبعا إن الشيخ قال لا إيه ده أنت كده بائن بينونا كبرى لا تحلي له حتى تنكحي وكلنا حفظين بقى إيه الجمهة فاستأزمت الشيخ قلت له سيبها ليه شوية ودي مهمة لكم جدا يعني كلنا مشتغلين الفتوى هي فرع من القانون وأخدم بالحظة لكم فيه عندنا قضايا الأحوال الشخصية موجودة عندنا وكلنا بنحتاج اللقطات اللي زي كم قلت له سيبها ليه شوية قال لي ما هي واضحة القضية والمشكلة قلت له لا مش واضحة أصبر عليها شوية إيه المهمة فضلت طبعا عملت زي المحقق وصاحبته بتده أنت جميلة بتعملي في نفسك كده بدأت الحواجز اللي بينها تزوب شوية بشوية عشان تطلع اللي جواه فطبعا ساعتين من الحوار المهمة طبعا قلت لها في يعني افتكر السنة اللي فاتت كان فيه طلقة تانية يعني فاكرة انا كالت ايه تابي اللي قابلها انا كده عشر سنين المهمة فضلت وراها بالسياسة لحد ما رجعتها لأيام الخطوبة ايه مش فاكرة أصلا اللي حصل مبارح من الغم اللي هي في طول الوقت وصلتها لفترة الخطوبة بالراحة كده رجعت لها الشرط بالعافية بالعافية خليتها تتذكر وبأسلوب هادي كده فالمهمة قلت لها بقى الرسول قال اذا جاءكم من ترضونا دينا هو خلقه وانت طبعا قلت له يا رسول الله بلا خلق بلا بتاع المهمة عنده شقة هنا في القاهرة وعنده سيارة وهيفسحني ويبسطني او فسحك وبسطك مبسوط انت كده قالت لأ ما انا كنت عارفة ان اخلاقه وحشة قلت لأ عرفت منين ان اخلاقه وحشة وانت ريش سيلالي من شوية ده هو جي خطبني من بلدي هو وقاله وكتبوا الكتاب في يوم واحد ومشوا وما شفتوش هالي هوم الدخلة انت شفتيه امتى بقى ان شاء الله وانت قلت لي ما شفتهوش قبله عرفت اخلاقه منين قالت له انا ما قلت لك شي قلت له انا ما قلت ليش قالت لي ما هو بعد عقد القران او بعد كتب الكتاب حب يعمل راجل بقى اتصل بها انت بتنامي مع مين قالت له مع اخواتي البنات ولا الصبيات معهم كلهم في قوضة واحد لا ما قلت يجتم مع الصبيات ده كبار وبتاعهم هتنام مع البنات بس وعمل بقى فيها كذا فبعدها بيوم اتصل بها تاني عملت ايه في اللي اتفقنا عليه قالت له ما تصبر ده البيت بتاعنا انا دايق وما فيش فيها اللي قطين على ما بقى يشوف مكان ولا اعمل ايه هو بكيفي ايه المهم زعلها انت ما بتهوديش ما بتسمع ايش الكلام كلمة منها كلمة منه قالها انت من بدايته غوري وانت ايه ده بعد ايه بعد كاد بيه الكتاب وما كانش فيه حصل دخل الحوار خد ساعتين طبعا الشيخ كان قاعد اللي كان زعلان بقول ما القضية واضحة ومش عارف ايه فالان ايه عامل كده فانا قلت لها اظن وما اظهرتش تعجبي وان انا اكتشفت دليل هيغير مصار القضية قدامي ولا حاجة عملت ان الامر طبيعي بالنسبالي وقلت لها انت ما هو بغير عليك يا هو بحبك قلت لها انت ما هو بغير عليك يا هو بحبك بعد كده قالت لي هو انت مش بتفهم ما انا قلت لك محنا كتبنا الكتاب قبل كده هنكتبه تاني ليه وزعقات لي قلت لها ما عليش سامحيني يعني اللي ما يعرف بقت ده يعني خدينا على قد عقلي شوي هنبجيلي زهايمر وبعدها قلت برضو عايزها تفضل على المستوى ده عشان تطلعلي المعلومات اللي انا محتاجة لان ده هتفيدني في القضية ده مهمة جدا انك تاخد معلومات تفيدك في القضية فطبعا بعد ما التصور عندي اكتمل عن المشكلة الحكم بآخر حاجة يا اخوانا احنا بنقولها كده عندنا في الاحوال الشخصية وفي غيرها في الشريعة الاسلامية بنقول الحكم على الشيء فرعن عن تصوره خدوا القاعدة دي عندكم في حياتكم الحكم على الشيء فرعن عن تصوره انت حد بيسألك بقولك تعرف ايه عن الدكتور عاطل انت عمرك ما شفتيني الاول تتصورني عشان تحكم ولا تحكم من غير ما تتصورني الاول الصورة تيجي في ذي هناك هو طويل هو قصير هو متوسط هو بيلبس ندارة هو بيلبس ملابس الأظهر العمة ولا بيلبس بدلة هو متخصص في ايه مش متخصص في ايه الى آخرة متزوج عنده أسرة لازم الصورة تكتمل وبعدين تقول اللي بيسأل انت تسأل عليه من اي زاوية تقصد من ناحية تخصصه ولا من ناحية أدبه ولا طوله ولا لونه يبقى اذا الصورة الاول ولا الحكم الاول الكثير مننا بيقع في الخطأ ده حتى في الفتوى صورة القضية او صورة المسألة ما اكتملتش في ذهن وهو بيقوم مجد الحكمة بصورة الصورة ما اكتملتش زي اللي قال بائم بينونا كبرى لا تحل له حتى هل هو أصاب في الحكم ليه لان الصورة صورة القضية لم تكتمل في ذهنه واحد ينبالكم يقول ذلك القضي الشاطر القضية بتقعدوا قدامه كتير ويقول المحكمة او القضي وصل للقناعة لانه سمع ليه ده وسمع ليه ده والدفوع والردود والمستندات وده الفرصة كاملة وبقى عنده قناعة كاملة دلوقتي اختمرت الفكرة كويس جدا الحكم بياخد وقت ولا التصور اللي بياخد الوقت التصور الحكم مياخدش دقيقة مياخدش دقيقة انما الاشكالية احنا ندي جهد للحكم وما نديش جهد للتصور وده يوقع اي محامة او اي قاضي او اي عضو يمحد اذا الصورة ما اكتملتش تقدر تنقض حكم وتستأنفه تمسيك فيه عوار وصغرة كتيرة جدا واخدين بقى لحضراتكم فالصورة ما اكتملت بعد ساعتين قعدت بقى وخدت نفسي ده انا قعدت بقى لي ساعتين مضغوط معاها على ما طلعت المعلومات دي كلها قعدت بقى وخدت نفسي وقلت لي ايه صباح الخير كنا العاصر معا قالت فيه ايه ربين اجعل لها ايه يا جماعة في صورة الطلاق اللي بنخاف منها في القرآن الكريم ما نجيب صورة الطلاق بنخاف جدا صورة الطلاق انا باعتبرها صورة البشرة صورة التفاؤل صورة الرحمة ليه؟ ربنا يقول فيه ومن يتاكل لها يجعل له يبقى مين اللي بيعمل المخارج اوه اتقوله شيخ ولا عالم ولا اي حد على وجه الارض ده اللي بيعمل المخرج ربنا ومن يتاكل لها يجعل له من امره يسرى لا تدري لعل الله هيحدثه بعد ذلك ده كله في صورة الطلاق يبقى فيها تفاؤل ولا مش فيها تفاؤل فيها التفاؤل والبشرة والخير كل فقلت لها صباح الخير قالت فيه ايه؟ قلت لها ده انت مش مراده من قبل ما تدخلهم انت مش مراده عارفين كلمة مش مراده دي معناها ايه؟ يعني الطلقات السلاسل اللي وقعت وقعت على غير محل زي ما انا امشي في الشارع واطلق واحدة اجنبي طلقها اليوم الايام؟ مش مرادك اصلا مفيش زوجة مفيش علاقة زوجية بينك اصلا قلت لها صباح الخير ده انت مش مراده من قبل ما تدخلهم ساعة ما قلت لها العبارة دي لقيتها بقت زي المجنونة تدحك دقيقة وتعايد دقيقة قالت ابن ستين في سابعين قاعدت شنط علي عشر سنين وانا مش مراده ويشير ويحط ويعمل فرغت عن نفسها شوي وبعد شوية تقول يانهار مش فاية وكنا عاشين في الحرام والقال دولولات المهم لحظة ولحظة بقت هي في الحالة دي اه بقى فيه صراع جواها فيه صراع بدأ التعبر عنه وانا طبعا متوقع ده كله فبقيت اسكت على ما البلونة تفرغ اللي جواها كله مفيش مشكلة خالص مفيش مشكلة واسيبها تهدى وبعدين اقول لها تعالي بقى خد شوية الاحكام ده هم بس عايزك بسرعة تحطهم حلق في ودنك وتحفظهم كويس واقولهم لها باسلوب بسيط يناسبه اقول لها خدي اول حاجة ايه انت اول دي ايه دلوقتي تعرفي ان انت مش مراده ايه بقى دلوقتي تنونية اسمها نية ايه يا جماعة اعرفوها بقى ودي دقيقة من دقائق الشريعة ونادر حتى اللي يقرأها انها في امهات الكتب كده زي امهات كتب محاكم النقضة عندنا كده المبادئ كده بتبقى متغرقلة في نفوس البعض اول حاجة تنونية اسمها نية المطاركة او المفارقة ما يلمسش شعراية منك من دلوقتي من غير ما نحتاج القاضي اما نروح للمحكمة ده موضوع تانى عشان اوراق ثبوتية واوراق مدنية ده موضوع تانى هنروح له هنروح له انما من دلوقتي اهو تنونية احنا بنتكلم بقى على الدين اللي بيننا وبين مين ربنا ما يلمسش شعراية فيك هو اجنبي انت عرفت دلوقتي الحكم يبقى من دلوقتي اهو الطبق بقى مش بأصل راجعي ومش هنحتاج حكم من دلوقتي اهو دياناتا بينك وبين ربنا لا يلمسك ولا ايه لان انت بالنسباله وهو بالنسبالك ايه اجانب عن بعض يبقى اول حكم ايه يا جماعة نية المطاركة او المفارقة اذا اول حكم خد التاني تبدأي العدة بتاعتك من دلوقتي مبدأ تايمة وخلاص ساعة هتفصل نفسها عاد يبقى العدة بتاعتك انك هتحامل ولا انك هتب الدورة كل واحد له حال مختلف عن التاني خد الحكم التاني لانت العلاقة اللي حصلت بينكم في العشر سنين احنا عندنا في الاسلام العلاقة بين الرجل والمرأة العلاقة حلال اللي هي بالزواج يعني العلاقة التانية اللي هي حرام بغير الزواج في علاقة في النص لا هي حلال ولا هي ايه اللي هي بنسميها الوطء بشبهة او فيها شبهة هو فكر او هي فكروا الاتنين ان العلاقة بينهم حلال على غير الحقيقة بسبب الجهل بسبب عدم المعرفة فدول العلاقة دي بنسميها ايه شبهة فا شبهة العلاقة اللي بشبهة دية حكماء عندنا ربنا بيعفو عنها زي العادي الصغر اللي ما يكسر حاجة ما قدرش اقول ده فعله حلال ولا حرام ده هو في العفو ما بتحسبش على الحاجات دي يبقى دي اسمها معفو ايه يا جماعة معفو عنه يبقى العلاقة اللي بينهم طول العشر سنين ايه معفو عنه ربنا عفو عنه يبقى دي جاه من ايه اهو يجعل له ايه مخراجة تب الولاد في العلاقة بقى النتاج بتاع العلاقة دي ها ده الحكم رقم كام من لين ايه انتو انا بقول لي ايه انتو انا ما تشغلوش شغل المحامين معانا اه يعني ايه خلوكم اه 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 انا محامي زيكم يعني ما ته فطبعا اه الحكم الرابع الاولاد او نتاج هزيه العلاقة اللي نسميها وطء شبه او علاقة شبه يثبت نسبهم عادي زي الاولاد في العلاقة الصحيحة يبقى الاشكالية دي راحت ولا ما راحت شيء يبقى العلاقة بينهم ما في شفاق اشكالية بفضل الله الاولاد هيثبت ايه نسبهم ما عندناش مشكلة ويثبت نسبهم يعني يورسوا منهم الاتنين يستحقوا النافقة يبقوا محارم احكام كتيرة جدا هتترتب على ذلك ان ثبوت النسب اصل وبتفرع عنه احكام كتير اذا نجحت انك تثبت النسب هتنجح تكسب قضايا كتير بعد كده ان نفقت التعليم ونفقت السكن ونفقت ونفقت والمحرمية والدخول والخرج الى كل الاحكام ده هتقدر تثبتها بس هتثبتها على اساس ايه انك نجحت في ثبوت الايه النسب يبقى ده الحكم راكم كام اربعة طيب في احكام كتانية ايه وفي احكام ايه تانية ان هي هتستحق نص المهر الاولان لان هو كان طلقها قبل الايه وانتو عارفين الطلق قبل الدخول اه هو ملوش عدة لان هي بقت اجنبية ليه يا جماعة لان كان الطلق قبل الدخول والطلق قبل الدخول ملوش عدة اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وطالما ما فيش عدة هي تقدر تتجاوز فينا نفس الساعة واحد تان لانه اجنبي بالنسبة لي عشان نبقى عارفين ده ايه في القرآن مش بمزاجي يا ايوه الذين امانوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يبقى 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 اذا ما لها شهد بقت اجنبية وهو اجنبي من اللحظة يبقى هتستحبك نص المهر الاولاني ولا لا طب الوطء اللي حصل او العلاقة اللي حدست بينهم في العشر سنين ليه بشو بها لها مهر بقى كمان يبقى هتاخد قد ايه دلوقتي مهر ونص مهر مثلها بقى نشوف اللي من عليتها اختها عمتها خليتها بتتجوز بكام مهرها بمئة الف بخمسين الف هي تاخد مهر زي له اسمه مهر الايه لانهم ما اتفقوكش فهنشوف مهر المثل بقى يبقى هي هتقعد وتتشنط عليه وهتعوض العشر سنين شوفوا الاحكام حلوة ازاي بس ما نفهم الشريعة من مصادرها الصحيح بعيدا عن اللي بيمخخ وبعيدا عن غير المتخصص يبقى ايزا احنا قلنا كم حكم من الوقت ها ده هتاخد نص مهر وكمان ايه مهر كامل ايه تاني ها ان هي من حقها تتجوزوا بعد العيد يبقى الثلاث طلقات هيتحسبهم ما هي من طلقة طلقة اولى بس يبقى اللي هيتحسب لها كم طلقة اللي كانت دي يبقى من حقها بعد العيدة تتجوزوا ولا لا العيدة اللي هي تحتدها دي من الشبهة ولا من الطلقة الاولينية ما الشبهة ها خدوا بالكم بتستبرق الرحل لا هم مركزين لا ده صحيح انتوا مركزين معاها يا جماعة اللي مش مركزين لو مش مركزين قلولي مركزين اولي ها اه ده هو اجنبي من قبل الدخول واخدين بال حضراتكم يبقى اذا هي بعد العيدة من حقها ايه من حقهم يتجوزهم ويبقى ايه بس هيبقى تحسب عليهم ايه طالقة يبقى ربنا اجعل لهم مخرج ولا لا بس ما تتجوزوا هتتجوزوا بمهر جديد بقى وتقعد تتشنط تاني يبقى خدت مهر ونص مهر وهتاخد كمان واحد مهر تاني وتقعد تتشرط عليه بقى عشان ترجعه يبقى اذا ومن يتقل لها اه الشيخ اللي كان قاعد لقيته بعض في صوابه ليه لانه تسرع في الحكم في البداية وقال بائم بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكحة ايه يعني اذا حرم الحلال ولا لا في اشكالي كان يخلها متحرامة علي رغم انها لس لسه منطقة الحلال واسعة لسه البيت قايم لسه الاسرة موجودة الاسرة موجودة ده الاصل في الاسلام انه بيحافظ على الاسرة وحتطلق شوية قوانين تمسكها حتى الطلاق مش ببساطة عندنا ده الطلاق زي ما ابن عباس وغيره بيقول لا يكونوا الا عنوطر يعني اذا اللفظ طلع والارادة موجودة يعني الساكران ما نوقعش طلاقه المكره الغضبات اللي متنرفز اللي قال علي اللي مكانش يقصد ابن عباس له فقه حلوة او فتاوة حلوة او في اللقاطات اللي زي كده ودي بتفيدنا احنا وسيدنا عبد الله ابن عباس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الرسول دعاله ان ربنا يعلمه التأويل ويفهمه فالرسول دعاله والدأويل وبالفهم وبالبركة ولذلك كان مرجع للفقهاء ومرجع للصحابة وكان يقعد كده ويمسك المراية ويقعد يتزين ويتجمل وبعضهم يقول له بقى انت يا ابن عم رسول اللي قاعد تبص في المراية قال له ايه اني اتجمل لزوجتي كما احب ان تتجمل هي ايضا ايه وعندي دليل بذلك قال له الدليل ايه قال له ربنا الف القرآن ولهن مثله الذي عليهن بالمعروف زي ما انا عمال افكر طول النهار انها تتجمل لي انا الاخر انا قدمت ايه انا ليه شعري مبقاش جميل انا وشي ولحيتي وراحة بقى راحة بقى دي مهمة جدا لما يجي زوج وزوجته لاجنة الفتوى ويقول لي يا ممتنعة بقى لها ثلاث سنين وانا معرض للفتنة وكذا ليه يا ستة قالت راحة بقى سألته انت بتشرب حاجات قال لي كنت باشرب وبطلته ده بتأذي الانسان يا جماعة احنا بشرة بنا قدمين ممكن اتحمل ساعة يوم اتنين هيجي وقت كثير هتتراكم عند المشاعر دي مش هتحمل انا انسان في الاول وفي الاخر ويمكن مش قادر اعبر بس خلاص حصل النفور بسبب اشياء زي دي متراكمة فقلت له طيب وبعدين قال لازالت بعد ما سبت السجاير عشان خطر قال لازالت مستمر ليه يا ستة قالت لسه ريحت قلت له تروح لي طبيب اثنان ممكن فيه سبب اثنانك بيحوي عفن والبقايا الطعام والريحة دي بتنفر الناس من بعضها ده انا لو واحد قعد جنب مننا وريحت ومشكوة لسا ما بطقوش ان شاء الله يكون ابن احدا واخدم بالا حضراتكم طبعا الحاجات دي مهمة جدا ولزلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيموت لقى في ايد السيدة عائشة السواك خده ونظف سنانه ليه الانسان دي صفة انسانية مش دينية مش اسلامية فقط ده انا لو قعد جنبي مني بوزي ولا واحد بو عبود نار بس نظيف هحب اعب جنبه ولو قعد مسلم وريحته مش حلو مش هتتحمى لعب جنبه واخدي من بالكم ولزلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه خمس وفي رواية عشر من سنن الفطرة يعني دي فطرة البناء ملاش دعا بالدين يعني البناء ده من اللي يعملها نحبه اي انكت ملته او دينه والبناء ده من اللي مش هعملها مش هنطيقه حتى لو هو مني ومنها هتلاقي السواك والنظافة والابط كلها كلها في النظافة والازافر كلها نظافة فالنظافة دي من صفات الانسان اذا وجدت في اي انسان بيتحب فسيدنا عبدالله ابن عباس ابن عام الرسول حريفها كويس قال اه احب ان اتجمل لا كما اني اتزين لا كما احب ان تتزين هي ايضا ايه ليه هو انا بس شاطر او لا تبقي جميل او تبقي كذا وانا اللي رحتي كذا او مش مهتم لما هو ده خطأ سواء في الرجل او في المرأة فمن هنا زي ما بنقول المسألة ان حزمة القوانين اللي وضعت دي وضعت عشان تحمل اسرة عشان الاسرة تستمر في اداء وظيفتها كما ارادها الله سبحانه وتعالى لها فبنقول حسن الاختيار مهم جدا هي اخترت غلط من البداية قالت ده عنده سيارة ومتاع بس ما اكتشفتش اخلاقه كل شوية اشتمها يسبلها الى اخرة فقلت لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه واخلك وانت قلت له لا يا رسول الله نحن في عصرنا بقى الشقة والسيارة الاهم والوظيفة والدخل اهو انت البست في الحيطة ووراك النجوم الضهر زي ما انت شايفة كده فمن هنا بنقول حسن الاختيار في البداية مهم جدا والمرحلة الاولى نغمط فيها العنين ولا نفنجل فيها العنين اه طب وبعد الزواج نغمط بقى شافت فيها ايه بتعمل انها بشواخدة بقى الحبا مش جات صحصح لدلوقتي وجيالي بقى لاجت اقول انا ما كنتش اعرف ان هو بالبخل ده كله انا ما كنتش اعرف ان رسانه ما عرفش ايه ده بيش تمني بابو قال لا انت جاه دلوقتي اتفنجليل اعناكي وتتبع كل شيء او هو نفس الوضع يقولي ده انا ما كنتش اعرف ان هي وهي 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 قال انتو جاي انت اكتشفوا بعض بعد الزواج ده كارثة دي امرو الخطوبة كنت بتنالوا فوق ايه انتو لتنين قال كنتوا بتمثلوا على بعض قال كنت عقلكم كان غايب فهنا بنقول لازم حتة حسن الاختيار والشريعة عدتك مقدمة طويلة اسمها الخطبة عشان تكتشفوا بعض تتعرفوا على بعض اكثر الى اخير بعد كده ظهرت ايه نتغافل بقى لا السؤال اللي حضرتك قلته وفيه عدة ما فيش عدة ما حصرش كاتب كتاب تاها ما انا اجابت عندها ما انا اجابت مضمون عام ما بيقولش لا كده دا لا عدة ولا لا ومالاش عدة ليه قبل الدخول مالاش عدة ما انا قلتها فيش عدة خالص هيرجع ازاي حتى لو رجع اليوم الايام مش بايده عارف لو حاب يرجعها لازم حقدي جديد ما احنا محتاجنهوش في مثل هذا السؤال محتاجنهوش لانها قارت ما حصلش كاتب كتاب تاني لا ما مش اسئل لا 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 خلي الاسرة ما احنا كلنا جينا عشنا الاسرة وكلنا من الاسرة وكلنا جينا الاسرة اذا حسن الاختيار فيها اسئلة تانية يا حسن يا حسن طيب احنا كنا بنقول فيه قاعدة فقهية دي بتفيدنا في القانون خدوا بالكو في التطبيقات كمان وفي حياتنا كلها بتقول ايه شعف الامام السويوتو اللامين اللي زكارها في كتاب القواعد القواعد دي زي المبادئ القانونية المستقرة اللي بتشتغل عليه بيقول يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يعني اتشرت قوي واندخل اتجوز وانحط شروط ونتشدت وما فوتش الهوى انما في بقاء الزوجية بقوا استمراريتها افوت ولا ما فوتش احنا بنشتغل كده ولا ماشين عاكس ورزاك عمالين نلبس عمالين نلبس ده اللي موجود ولا لا اه للاسف اجي عايز اعمل شركة مع واحد صاحبي اه تساهل بسرعة في البداية وانما نلبس نقعد نتشدد لبعض ونقف على الواحد هو بتقوم تخسر ومشارعنا كلها تعارفين الدول المتخلفة الحلوة ده ليه بسبب التعليم اللي عندنا الحلو ده اللي بخلينا ناخد قرارات غير صحيحة يبقى ها اغتقى افوت في البداية ولا فوت في الدوام والاستمرار اه خلاص خلص ده انا بنعمله يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء جملة حلوة او مش حلوة دي ولذلك المتزوجة منكم تفوت خلاص خلص معادش ينفع بقى اعلق كثير اللي متجوز معادش يعلق كثير تعليقك ده يا بطل كان له وقته إنما أنت لبست وصلت ولا ما وصلتش خلاص تعلقش كتير يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء والله يعني بيجي لنا حاجات تدحك وتبكي في نفس الوقت في الفتوى أما واحدة تبقى متجوزة بقالها تلاتين سنة وجاية طلبة طلاء ليه بيطلع ريح ولا بيعمل كذا ما أنت بقلكوا تلاتين سنة فطبعا أنتوا جايين تعلقوا البعض على حاجات صغيرة زي كده بعد تلاتين سنة وعيالكم تخرجهم من الجامعة واشتغلوا وتوظفهم وجايين تخربوها الأصل فيه كورونا وفيه حاجات عدوى وفيه معاوة أنتوا جايين دلوقتي تتلكيكوا البعض فطبعا هنا ما فيش يعني عقل أو ما فيش منطق أحيانا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ندخل في نقطة تانية بقى أنتوا الاتنين اخترتوا بعض على أسس سليمة بفضل الله الأجنبية أو الأجانب بيحترموا القوانين جدا أنتوا اتجوزتوا على أساس قانون معين هل على أساس القانون الأمريكي أو الأنجلوساكسوني أو على أساس القانون الإسلامي قانون الإسلام خلاص شوفوا القانون الإسلامي بقول إيه؟ عشان أنتوا تحاول هدف من الزواج أنت تبقى سعيدة وهو يبقى سعيد بس أنت تعرف إيه المطلوب منك وهو يعرف إيه المطلوب منه وأنا هنا بقولها بصوت عالي أتحدى إن وعد إحنا في بلد أهو الحمد لله بلد مستقر مصر الآمينة المطمئنة المسلمة الحلوة ده وبشعبها كله سواء مسلم أو مسيحي كلهم يعني نسيج واحد فبنقول المبادئ تكاد تكون واحدة في الاستقرار أتحدى إن واحدة عندنا إذا سألتها مهمتك إيه؟ إنها تعرف مهمتها كزوجة ومحجبة ومسلمة وكويسة أنا هجيب لك واحدة أجنبية مش مسلمة عشان تعلميها القانون الإسلامي يعزة تدخل وتتجوز حد من عندنا وهم بيحترموا القانون اللي هتقولوا هلها هتنفزوا بالحرف سألت أكتر من واحدة في لاجة الفتوى ألاقي الإجابات تقريباً تكاد تكون واحدة وتبقى محجبة ومسلمة بره ممكن ماش مسلمة مش موحدة بالله مش عفيفة مش نظيفة وممكن تبقى عارفة المطلوب منها وعندنا المسلمة المؤمنة الموحدة بالله النظيفة الكويسة ده في الحتة دي فيها إشكالية هل نمبر وان مؤثر هل الدراما هل معرفش العقلية متشكلة إزاي رغم أن القرآن قاية الله تتمشي إزاي ومغشاش بس الخيبة مش عايزة تعرف فأغلب الإجابات اللي كانت تجينا في لاجة الفتوى وقدام زوجها أو لا أنت مهمتك إيه يا ستك يا زوجها عشان أقدر أحاسبه وحاسبك من عند قانون مش شغلين مش خطب ووعز ده قوانين بتحدد عملية عملية واحد زياد واحد يساوي اتنين تقول لي إيه الغالبية الإجابات اسأله يا أخوي ده أنا أيداله صادق العشرة شامح أنا مأثرة في لقمتك تبدأ بالعلف على طول أنا مأثرة في هدمتك أنا مأثرة في عيالك ده أنت لو لفت الدنيا بيش تلاقي ضفر تقريبا الإجابات قريبة كده في المنطقة دي كده إيه رأيوكو في الإجابات دي مش ده اللي موجودة يا جماعة في ثقافتنا إجابة غلط أقول له هديك صفر على طول لو في الامتحان عندها هديك صفر ليه قلت له ده مراتي البواب اللي عندنا لو ادت لها ميتين جنيه قلت له هتطلعي اعملي اللقمة ونظف الهدمة ونظفي للسجدتين هتعملهم أحسن من مراتي وهترقص كمان بالميتين جنيه وهتنظف أحسن منه بس مش هتديني اللي المفروض مراتي تدهول يبقى الزوجة مطلوب منها شيء أهم من الهاري اللي احنا بنهريده كله ده العلقة كبيرة يا إخوانا عايزين نشوفها كثقافة إسلامية سليمة صحيحة توصل بنا لبر الأمان ونعيش سوعة ده زي الأجانب تلاقيهم عندهم سلام نفسي وريقين كده وحلوين احنا مكعكلين وممديقين مش مبسوطين مش مبسوطين معرفش مين اللي بشكل العقول بتاعتنا فملخبطنا متلخبطين كلنا في بعض كده قلتها ده ما نغيشش من القرآن بس ما نزعلش أو ما نجيب سيرة القرآن نجيب لأنهم كرهونا في الطريق السليم مهودة ورحمة حلوة بس نفسينا فيها بس مهودة ورحمة يعني حضرتك بتحصول الأول ولا بتزرعي مهودة ورحمة حصاد إنما الزرع إيه خلق لكم من أنفسكم أزواجا خدوا الكلمة الأولانية الأول يعني إيه اللي تسكن قدي شغلانتك يا ستي تسكنيلي الراجل اعتبريه طور هايج باغل مش هقولك أعقل العقلاء أنا راجل هو أنا اللي بكال عشان ما تقعدش تقول ده بيجي هايج وبيجي معرفش وأخلاق لأ خلصنا من القصة دي أنا وإنت اتفقنا على الحتة دي نتعامل إزاي مع الحدث ده هو ربنا خلقه كده وشغلانتو كده يبقى باغل وهايج هايجب هالك من الآخر هتقبال تتعامل معاها على الوضع ده أهلا وسهل هو خلقه كده وقل ابونا آدم وهو في الجنة هو الود إبلس ده يضحك عليك أنت أمرارك فلا يخرجنكما من الجنة هيتطلع كنتر اتنين هيتحكي عليه النتيجة هتكون ايه يا رب قال له فتشكا الشكاء لمين قال فتشكايا ولا فتشكا الشكاء على مين نصيبتو في كده بقى ده وقت ربنا كتب عليه الشاء هو اللي يطلع بتاع التوكتوك يسيب له بدي ويجي متنفس هو اللي يشير الأنبوبة على كدفه مفيش ستة تشير هو اللي يشير الطوب ويبن العمال ويشير الرمل والزلط شو غلاته كده ربنا خلقه كده في الحتة ده الخشنة ده هتتخشاني زي وهتعمله مصير هو أخشن منك بقى وغشيل مش هتمشي انت ربنا خلقك عاطفي نعم مالكة تواجك وأحدك في البيت وجاب لك بودي جرد وجاب لك لما أخذ أحمر بيشتغل طب طبع ليه ما ييجي وقول له لا ما تخافش لا تخافش ياب عشان تكمل الرحلة سهلة ولا صعبة ولا يجي لقيك عم أمطاله 30 أمطاله متبرقله بعينيك دخلنا في ميت مصير يبقى إذن القرآن غشاشها وقال لها إيه انت شغلانتك إيه ساكن يعني إيه ساكن اعرفوها من الآيات اللي زيه لأن حتى كلمة ساكن هنفهمها بصعوبة ربنا قال جعل لكم الليلة لتسكنوا يبقى الليل عكس إيه يا جماعة بيكمل الليل ساكن يعني بدون حركة هدوء إنما النهار للحركة كأن الراجل هو النهار هو الحركة والشاء والتعب ومجرد ما يشوف الست يسكن ويهد هي دي شو غنيت لو الشيطان تهدي لو نجحت في اللقطة ده بيت هيكون أسعد بيت في القرى الأرضية يبقى إذن هتسكنه بنأكله الشرب بس تسكنه عنيه تجيب جدول كده وتكتب هو يوم السبت زعق عشان شاف الكرسي ده محطوط هنا هو مثل ما سهل أسيب له الكرسي في الحتة اللي بحبه وأنا هوجع قلبي ليه وأنا لازم أحط الطقم على بعضه هو بحب الكرسي جنب الباب عشان ما بيدخل بيقلع ما عرفش إيه خلاص أسيب له ده خلصة الحدود يبقى أسكن له عنيه أسكن له ده هو بحب ما يجي يبقى جاي مرهق عايز ينام له شوي خلاص ما فيش صوت في البيت مش مجرد ما يجي يدخل ويحط جسمه على السرير أو من أغزى العيل يعمل له البيت لا كده ما بقتش سكن كده أنت سيبت وظيفتك خلاص كده سيبت وظيفتك ما تنجعش تسعالي بقى من ردة الفعل والتقنبة بتاع طولي الليجو طول النهار يبقى أنت سيبت شغلانتك تسكنيلي باطنه جوار حكو باطنه هو بيأكل سليق عنده الضغط هتحط له ملحة هي موتك أنت حر والله والله هذا حدث جيه شاب ومعها زوجته ومعهم بنت صغيرة ما فيش أربع سينة ولا خمس سينة وامطلقها وقول له ليه أنا عاصبي وهي بتنرفزني وما تسمعش فأنا حاولت بالراحة كده هستدرج وقلت طب قولي هي عملت إيه أنت تنرفز تعصر تقريبا ما كانوش فكروا هما الاثنين فساعة ما قلت له كده أمداحك هو وهي قلت له لازم تقوم قال لي بصراحة أنا بحب المخلل موت وما بخلص المخلل بشرب الموية بتاعها بيروق دماغي وقلت لها مميت مرة الأكل لازم يبقى فيه مخلل وامبارح نفس القصة جابها للأكل قلت لها أنت غبية أنا نسيت أنت حماها أبوك أبوك قصة روحي وانت كاسك اللي أنت شايفاه كلمة مخلل اللي إحنا شايفينه السكن مش موجود هي هيجته أنا عايزة تسكنه ما هو ممكن واحد عنده الضغط وجابت له المخلل يطلق عشان المخلل لازم هي تفهم الحالة بتاعتها تتعامل معاها زي المريض القصة مش في المخلل إحنا شفناها مخلل طبعا أنا قلبتها بتحكي عشان أهد الدنيا وبعدين قلت له بالله عليك يا راجل قرار الطلاق اللي طلع من بقك ده طلع من مخك ولا طلع من المعدة وده حد وقلت له وانت يا ست بأخد بالك من العلف بتاعه وقال فيه كويس وهد الدنيا وكنا في غنى عن الغم ده كله يشوفوا حتة لتسكنه المصريين اللي ما يروحوا حتى يصلحوا بين اتنين أول حاجة صلى على النبي يا جماعة فين المواد ده والرحمة رحمة إيه مش الأول تشوف فيه سكن ولا لأ واحد مراتهم هيجاه تقولي الليل ما نمش ومتدق من قلتها هتجي المواد ده من ايه ما هيقول لها كلمة هيتنرفس هي هتقوم رد عليه هو هيرد هيوصلوا بمرحلة يبقى المواد ده بعد السكن ولا قبل السكن بعد السكن بعد السكن فيش مواد ده قبل قبل يبقى رقم واحد البزرة بتاع المواد ده والرحمة إيه يا جماعة مراتي سكنتني كويس هقوم الصبح راي مزاجي حير لو قلت لا تعنيك هتاخدهم ولا لا أنا بقى إيه زي الخاتف زي الأجنبية بتعمل كده أجنبية رقم واحد تسكن تطلبش حتى حاجات تسكنوا الأول أنا فاكر وأنا في بعض بلاد روسيا عدت هناك سنين بسأل دكتور هناك كان معنا منهم روسي بقول له أنت بتلبس أميس رقم كام قال لي ليه وبتلو عايزي جيبلك أميس قطن من مصر هدية كده حاجات تشوف مصر وبتاع فقعد يفكر الراجل كام وستين سنة ولا قال لي مش عارف قال لي أنا عمري ما اشتريت أميس بتلو إزاي قال لي زوجتي لو في أميس داب أو كذا ألاقيه طرع من الخدمة وفي واحد تاني دخل شرب ده هو ما يعرفش عن البيت هي مسكناها الملف ده مغلق بالنسبة له مرتاح منه فقادر يروح شغله وهو مزاجه عالي كده كان قربين هدين هي عرفت تسكنه منين وهو عرف يساعدها منين إلى آخر يبقى هو ملف الشقاء تابعه وهي ملف السكن تابعها الراجل منين ما يدخل عتبة الباب بقى في سيطرتك أنت أنت بقى تدير الملف ده إذا هاج أعرفي أن فيه حاجة ما هي جانب وفكري بمخه مش بمخك أنت زي المريض اللي قدامك لو أنت دكتورة فونساشو أنت بتفكري بمخه بتراحيك وبعدين ده هو طرع نزل ده ساعتين مش قادرة تتحمليه ساعتين وطول الليل نايم يعني مخمود يعني ساعتين لو نار سيطرة على الموقف يبقى إذن رقم واحد يا جماعة في العلاقة الزوجية بالنسبة للمرأة إيه وظيفتها الأولى يبقى الإجابة بتاع الدنائدال وصوابع العشرة شامعة ها أنا مقصرة في لقمتك أنا مقصرة ما يمكن العلف اللي أنت بتجازه ده هو مش في دماغه أصلا يبقى أنت شغالة لنفسك بتراح نفسك أنت يمكن هو في دماغه كله يرتاح ينابله شوي يشم ريحة البيت حلوة شوي اللي في دماغه أنت ما عملتهوش اللي أنت عملته مش تابعه واللي هو عايزه أنت ما عملتهوش ففي حاجز بينكم حاجز نفسي حاجز أنت مش قادرة تدري الملف كويس يبقى رقم واحد في العلاقة الزوجية أو مهمة الزوجة وفقا للقانون الإسلامي وفقا للشارع الإسلامية والأحوال الشخصية اللي احنا بنعتقدها عندنا ها مهمة الزوجة الأصلية ايه يا جماعة والساكن بالمفهوم اللي احنا ده هو مش كلمة نقولها ومش فاهمينها لا تسكنيه للجسة دي تسكين كامل خضريه اتحك عليه اجدبي عليه في أكتر من كده ده بنقول يباح الكتب بين الزوجية اوعي تقول له مش بقى بحبكش ولا مش طيقاك حتى لو مش طيقا ما تقولهاش اوعي اوعي تقول الكلمة دي انما من اول اختلاف بينكم على حزم الجرجير انا ما عنطيش طيقاك ده انا كنت عايشة في بيت بابا يلا منهم لله لا اللغة دي بتخرب البيوت ولا انت هتعيش سعيدة ولا هو يعيش سعيد ولا الاولاد هيعيشهم سعاداء فاذا انا زوجتي لو سكنتني هقومت الصبح بحبها ولا لا بزمينكم ولو الات لا تعنيك هتاخدها ولا لا يبقى الساكن مفهومه اكبر من العلاقة الدقايق اللي بالليل دي ولا لا كبير جدا انا عايزك تسيطرة عليه زي الاجناء بقول لك الراجل بقاله 30 سنة بتجوز في روسيا ما اعرفش يعني بيت من جوه انما النهاردة سيادتك تبقى وزير تبقى في وظيفة كبيرة ورايح شغلك بتصلي مع الناس او كذا تبص تلاقي الشرب بتاعت مخروم من ورا اهلا امال اللي في البند بتعمل ايه اهلا بخلع الجاكت عشان هتوض ولا شيء ابص تلاقي مفيش فئة زرارين تلاتة اهلا والكيرشي يظهر واللي دوم ده ينفع يا جماعة امال اللي تسكنه فيه هتهياجه ولا مش هتهياجه وما يشوف اللقطة دي اهلا او يبص يلاقي اعزك الله بسوق العربية يلاقي فيه فردة جزمة حمرة وجزمة فردة سودة امال اللي معاه بيعمل ايه الملف اللي جوه ده تبقى ده الواحد فينا ممكن يعيش طول عمره عمال يجيب فلوس وخيرات ومعرفش عن بيته شيء مين اللي بيستمتع بالنجاح حد كلها هي والاولاد لو هي شطرة ربنا مسخرهولك كده دي نعمة من ربنا كونك بقى خرجت للعمل قوة تتحجاجي وتقولي ما انا بشتغل زيه ده سنة مش فرض عليك لو قعدت في البيت ده مش فرض اوعى السنة تطغى تضيع الفرض يبقى ده عدم عقل بقى سامحون لو بقيت وزيرة لو بقيت وزيرة ورجعت البيت ولقيت الزوج اوعى تعمل عليه وزيرة وزيرة ورجعت البيت زوجك بالنسبالك يبقى رئيس الجمهورية ايه وقت وقعد في الوقع ديه وتاخد المقلب ده وحد يضحك عليكم الزوج يبقى هو الزوج ودمهمتك لتسكونه يبقى اذا يا جماعة السكن نتيجته ايه وجعل بينكم ربنا اقدم ايه في الاية السكن ولا المواد احنا بنعكسها ولا لا اما يكون راحين نصلح اتنين صلوا على النبي يا جماعة فين المواد ده والايه والتانية نغمض عينينا عنها وهي سبب المصايب كلها سكنين الدنيا تهدر دف ايديك اف ايديك لتسكونوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة هتلاقي البيت هدي هو مزاجه واحي والولاد بولادكم عاشوا في جو هادي هيطلع عندهم سلام نفسي هينجحهم هيتفوقهم هيبقى عندكم محمد صلاح هيجيلكم مليون يا عم وطبستهم وهتسيبوا المحامات وتسيبوا الدنيا دي كلها طب الولاد لقوا البيت متعكر ما الولاد هيتطلعوا مجرميين هيتطلعوا حاجة غلط مش هتسيطروا الى اخر يبقى الزوج ها عشان نبقى عارفين يا جماعة الطباة ربنا خلق الراجل لإيه للشكاء والتعب اوه اتفكروا ان الراجل هيبقى ست في يوم الايام وربنا خلق الست للسكن حاجزها تبقى كده زي الاجنبيه بتشوفوها تاعي عندها سلام نفسي احنا عندنا بيشكروها لانها راجلة عايزة تتحارب تتخانق في ايه ليه كده خلوها مسخة كده لعدة وصلة كده ولا وصلة كده ودي عملت لنا اشكاليات كثيرة فلازم البنت تبقى انسة تبقى سكن زي ما ربنا ارد لها وطبيعتها كده انا قلت لكم الاجنبيه كافرة وملحية ومش مؤمنة بالله ومش عفيفة ولا مسلمة بس اذا تزوجت شاب او تعالت تحافظ عليه وعيه في الحتة دي عندنا موحدة مسلمة عفيفة شريفة نظيفة محترمة كل شيء حلو بس الملف ده واقع عندها مين اللي مشكل عقلها بقى بتشكيلة الحلوة اللي هي فيها دي مش حارف كلنا نراجع نفسنا رغم ان القرآن مغشاش قال لها يا خيبة انت ممتك السكن مش مهمة تانية الاجنبية فهمت بس فهمتها بالعقل اللي عنده احنا عندنا الوحي مغششها لنا بس للأسف لا فهمناها من الوحي ولا بالايه لا وحي ولا عقل وسلمنا نفسنا لحد تاني يلعب في دماغتنا زي ما جاء يبقى اذا حسن الاختيار الزوجة عليها مطالب الزوج عليه مطالب القانون او حزمة القانون اللي عندنا نظمت المسألة دي اثناء استمرارية العلاقة الزوجية اشتركوا في القناة